وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة توجه الجيش الأمريكي بعدم قبول انضمام المتحولين جنسياً لصفوفه ووقف استخدام التمويل الحكومي في إجراء عمليات التحول الجنسي لأفراده ويلزم الأمر وزير الدفاع جيمس ماتس باتخاذ قرار في الأشهر المقبلة بشأن كيفية التعامل مع المتحولين جنسياً ممن يخدمون حالياً في الجيش وفقاً لمعايير تشمل الفاعلية العسكرية والقدرات القتالية ووجه ترامب وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي بوقف استخدام التمويل الحكومي في إجراء عمليات إعادة تحديد الجنس إلا إذا كانت ضرورية لحماية صحة فرد بدأ بالفعل مسار العلاج لإعادة تحديد جنسه أثارت المذكرة انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق المثليين والمتحولين جنسياً وذوي الميول المززوجة